بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان دراسة الاشتقاقية لدالة عددية والتفسير البياني لها أنصح به شعبة العلوم التجربية والتقنية رياضي والرياضي وشعبة تسير للسنة الثانية والثالثة ثانوي حيث قال F دالة عددية معرفة على R بالعبارة F لإكس تسين القيمة المطلقة لإكس مربع ناقص واحد واحد قال أدرس قابلية اشتقاق الدالة F عند العددين ناقص واحد وواحد وفسر النتائج هندسيا ثانيا قال C F المنحنة البياني للدالة F الممثل في معلم متعامل ومتجنس أكيد OEG قال انطلاقا من منحنة الدالة المربع لهو الإكس مربع أرسم C F إذن لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل إذن ننطلق أبناء لاحظوا قال أدرس قابلية اشتقاق الدالة F عند العددين ناقص واحد وواحد وفسر نتائج هندسيا قبل كل شيء قبل أن نتحدث عن اشتقاقية نلاحظ الآن إلى عبارة الدالة F بما أن العبارة هذه متعلقة بأمر اسمه القيمة المطلقة علينا أن نكتب دائما هذا الأمر لما يتعلق الأمر بأمور الاشتقاقية أو دراسة الدالة تحتوي على القيمة المطلقة أول شيء نكتب العبارة بدون رمز القيمة المطلقة إذن أول شيء عليكم أن تكونوا على دراية به هو كتابة الدالة أو F ل X بدون رمز القيمة المطلقة إذن نكتب هنا كتابة F ل X دون رمز القيمة المطلقة دائما يا أبنائي أنصحكم لما فيه مرات ما يسأل هذا السؤال أكتب العبارة بدون رمز القيمة المطلقة وإذا لم يسأل وتعلق الأمر بدراسة الدالة تحتوي على القيمة المطلقة أو قابلية الاشتقاق كذلك عليكم هنا بحثف ما نسميه القيمة المطلقة تصبح لنا هكذا ركزوا جيدا F ل X تساوي هكذا تصبح لها عبارتان كيف تقول القاعدة هنا نحن نملك هذا الأمر أنه X مربع ناقص واحد هكذا الكل بالقيمة المطلقة كيف نفعل أبنائي تقول القاعدة هكذا نضع جدول إشارة العبارة التي داخل القيمة المطلقة هذه من الشروط إذن هنا عندنا X من ناقص ما لا نهاية عندنا هنا الزائد ما لا نهاية عندنا X مربع ناقص واحد لو نأتي الآن نبحث عليها أنا تانع أدم X مربع ناقص واحد نجعلها تساوي سور أنقل إلى هذا إلى الطرف الأهر صباح أن X مربع يساوينا واحد ومنه X إما يساوينا ناقص واحد وإما واحد إذن تصبح لنا هكذا أركز وأرجوكم هكذا تصبح الآن عندنا تقول القاعدة هنا من هنا هنا نفس وهنا عكس عكس العدد المضروف في X مربع العدد المضروف في X مربع إنه الواحد إذن تصبح لنا هنا زائد وهنا ناقص ها هو العدد الذي أقصده الآن ما معنى معنى تصبح لنا العبارة هكذا أركز وأرجوكم إذا أدخلنا القيمة المطلقة X مربع ناقص واحد هكذا إذن هنا أكيد سوف تصبح نعم تنعدم وهنا تنعدم فتقول القاعدة هنا في هذه الأمكنة وفي هذه الأمكنة العبارة تضرب هذه أقصد هذه العبارة تضرب في زائد لما أنها تضرب في زائد فلا يحدث شيء فتبقى لنا هي X مربع ناقص واحد وهنا X مربع ناقص واحد لماذا؟ هذا هي القيمة المطلقة معناه هنا في هذا المجال وهذا المجال هذه العبارة هذه التي أريكم إياها تضرب في زائد فتبقى هي هي يعني تنزع لها القيمة المطلقة أما في هذا المجال من ناقص واحد إلى واحد نضربها في ناقص معنا هذه القيمة نضربها في ناقص ماذا تصبح لكم؟ أكيد الكل تصبح لنا واحد ناقص إكس مربع نعم لأن هذا لما يضربه في ناقص تصبح ناقص إكس مربع وهذا لما يضربه في ناقص تصبح لنا زائد واحد قالبتها أنا لأن الجمعة مالت الدير تصبح لنا واحد ناقص إكس مربع الآن كيف تصبح عبارة الدلة؟ تصبح لنا هكذا معنا هنا إكس مربع ناقص واحد إذا كان إكس ينتمي إلى المجال من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص واحد اتحاد من الواحد إلى غير الزائد ما لا نهاية يقول أحدكم لماذا؟ ها هي من هنا أنظروا من هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا العبارة أليس هي هذه وهذه؟ نعم والآن من هنا إلى هنا يعني من ناقص واحد إلى واحد كيف أصبحت العبارة؟ أصبحت لنا هي واحد ناقص إكس مربع في أي شرط أنه إكس كان ينتمي من ناقص واحد إلى غاية الواحد فقط الآن ها قد كتبت الآن العبارة بدون رمز القيمة المطلقة لما تكتبوا العبارة بدون رمز القيمة المطلقة الآن ننطلق في عملية دراسة الاشتقاقية أما إن لم تكتبوا العبارة فلا يمكن تشبه لأن هذه من شروط القيمة المطلقة أنه في الاشتقاقية يجب أن تنزع وتكتبوا العبارة بدون رمز القيمة المطلقة الآن بعدما أكملنا مع هذا ننطلق الآن في دراسة الاشتقاقية إذن ننطلق أولا نأتي بالعبارة ها هي نحتاجها وننطلق رويدا رويدا وانتبهوا معي أرجوكم الآن لاحظوا إذن نأتي هكذا ونكتب دراسة الاشتقاقية عندما ذا عندها الواحد أولا ننطلق بناقص واحد ركزوا أرجوكم تصبح لنا هكذا قانون العام للاشتقاقية لهو لميت f لx ناقص f في مثالنا هذا f لناقص واحد على x ناقص واحد تصبح لنا زائد واحد لماذا؟ لأن تصبح لنا x ناقص x0 تصبح لنا x ناقص ناقص واحد تصبح لنا زائد واحد لما الx يقول إلى ناقص واحد بقيام أقل تصبح تساوي أولا علينا أن نحسب f لناقص واحد تعالوا الآن نعوذ هنا بناقص واحد وهنا بنقص واحد ماذا تعطي لكم؟ تعطي لكم سفر إذن f لناقص واحد تعطي لنا سفر إذن احفظوا هذه f لناقص واحد أعطت لنا سفر وaf كذلك لواحد أعطت لنا سفر لأننا لاحظنا ذلك عوذوا هنا كذلك بالواحد تصبح لنا واحد مربع هو واحد ناقص واحد تصبح لنا سفر تصبح لنا تساوي ماذا؟ تساوي الليميت الآن نحن نعمل بقيام أقل بقيم أي عبارة نتخذ أنا أتخذ العبارة الثانية أم العبارة نتخذ العبارة الأولى لأذا أنظروا الناقص واحد في هذه الجهة الناقص واحد في هذه الجهة أرجوكم أما هنا الناقص واحد أنظروا في هذه الجهة المجال هكذا ومن هنا المجال هكذا احتدفهم جيدا تصبح لنا ماذا تصبح لنا x مربع ناقص واحد ناقص f للناقص واحد قلنا ناقص صفر على x زائد واحد لما x يقول إلى ناقص واحد بقيام كيف هي بقيام أقل قلنا نأخذ هذه العبارة أرجوكم أفهموا لماذا لأن ناقص واحد لاحظ إلى رمز المجال يأخذه إلى هذا الاتجاه أما يأخذه هذا إلى هذا الاتجاه لاحظوا هنا فماذا ينتج تصبح لنا تساوي لميت لو نعود التعويض مباشر أكيد سوف نجد صفر على صفر فنفكر في شيء اسمه الاختزال فنقوم بتحليل العبارة التي في البسط وهي من درجة متطابقة من رقم ثلاثة مربع ناقص بمربع أليس هذا يتصبح لنا X ناقص واحد في X زائد واحد نعم على X زائد واحد الموجود في المقام لما X يؤل إلى ناقص واحد بقيام أقل تصبح تساوي هذا يذهب مع هذا نصبح لنا لميت X ناقص واحد لما X يؤل إلى الناقص واحد بقيام أقل نعوذ الآن هنا بالناقص واحد تصبح لنا ناقص واحد وناقص واحد إنها ناقص اثنان إذا لاحظوا الاشتقاقية على يسار النقص واحد هذه على اليسار هنا بما أننا وجدنا أن هذه أعطت لنا آلة يعني هذه العبارة التي وجدناها قيمة منتهية انظروا ها هي لأننا لم نجد مال نهاية لو وجدنا هنا مال نهاية أو هنا المال ننقل الدلغير قبل الاشتقاق على يسار أو على اليسار من العدد النقص واحد لكن هنا وجدناها قيمة منتهية فنقول كيف هي قابلة للاشتقاق عند الو ناقص واحد من اليسار لاحظوا وتفسير البيان هنا ننطلق الان الى التفسير البيان ركزوا سوف نترك هذا الامر ثم نبحث عن التفسير البيان نأتي الان عند الناقص واحد بقيام اكبر نأتي كذلك لنحسب نقول limit افل اكس عندنا الاكس يؤول الى ناقص واحد الآن بقيام اكبر بقيام اكبر انظروا يا ابنين اخذ هذه العبارة حتى نفهم جيدا اللي هي واحد ناقص اكس مربع على اكس ناقص واحد بحلنا زائد واحد تساوي limit ما رأيكم في البسط أن نستخرج من هنا ناقص لأن هنا في القصل عندنا زائد الزائد يمكن أن نقسمه الى ناقصين بحلنا ناقص رحضوا جيدا تصبح لنا اكس مربع ناقص واحد على اكس زائد واحد لما اكس يؤول الى الناقص واحد بقيام اكبر يقول احدكم هنا لم افهم يا ابناء استخرج من هنا ناقص ومن هنا ناقص تبقى لكم هنا ناقص وهنا تذهب الناقص تذهب الناقص هذا لم افعل ناقص اكس مربع زائد واحد ونفتح قوس ناقص اكس ناقص واحد لما اكس يؤول الى ناقص واحد قلت ناقص واحد بقيم اكبر عوضوا الآن هنا تصبح لكم عوضوا لما تصبح لنا ناقص واحد وناقص واحد ناقص هو الناقص بحلنا زائد اثنان اذا اعطت لنا زائد اثنان انها قيمة كيف هي انها قيمة منتهية بما ان القيمة قيمة منتهية فنقول الدالة كذلك الدالة كيف هي قابلة للاشتقاق عند ماذا عند الناقص واحد من اليمين الآن هل الدالة قابلة للاشتقاق عند الناقص واحد ام لا لكن لكن عندنا الناقص اثنان لا تساوي ماذا لا تساوي الناقص الاثنان انظروا هنا كم وجدنا الاثنان وهنا الناقص اثنان اذا بما ان لم نجد نفس النهاية اللي هي هذه آل فماذا نقول ابنائي نقول الدالة اسمعوا جيدا نقول الدالة آف غير قابلة للاشتقاق عند ماذا عند العدد من هو الناقص واحد هذا الامر الاول الآن ما هو التفسير البياني والتفسير البياني الذي علينا ان نكون على دراية به يا ابنائي ركزوا ارجوكم حتى تعلموا نقول التفسير البياني التفسير البياني لان هذا امر مهم بما ان الدالة هذه هنا تصبح لنا هكذا معناه آف فتحة لناقص واحد بجهة بجهة معناه اليسرى اللي هي غوش لا تساوي آف فتحة لناقص واحد من جهة الضروات ليمن الجهة اليمين واليسار لماذا لان نقول ناقص اثنان لا يساوي ناقص لا يساوي الاثنان هذا الامر اول اركزوا ارجوكم الان نقول ومنحناها البياني يقبل ماذا يقبل نصفي مماسين هكذا نصفين مماسين معادلة كل واحد منهما هي هذا هو الامر المهم التفسير الهندسي هو ان الدالة تقبل نصفي مماسين ما نسميه في الامر الهندسية النقطة الزاوية معناه يأتيكم مثلا هكذا فما هكذا هذه نقطة تسمى نقطة زاوية في التفسيرات البيانية ركزوا جيدا الان ما علينا الا ايجاد معادلة كل مماس اذا سمينا تي واحد هذا تي واحد لما ماذا لاحظوا جيدا لما يكون عندنا المشتقة هذه وجدناها كم هنا بقيم اكبر بقيم اقل معناه اكس يقول الى الناقص واحد بقيم كيف هي بقية من اقل هكذا اسمعوا بقية من اقل تصبح لنا ايجراج يساوي ان اف فتحة لناقص واحد اللي هي غوش في اكس ناقص ناقص واحد اللي تصبح لنا زايد واحد زايد اف لناقص واحد لم افعل شيء انا اطبق فقط تصبح لنا ايجراج يساوي هذه كم وجدناها ها هي امامكم هل هذه لا نعود انها هذه انها الناقص اثنان لان قلنا بقية من اقل ها هي بقية من اقل او هنا يمكن كذلك ان نكتب هنا ننزع هذا رمز ونقول هنا اكس اقل او يساوي ناقص واحد هكذا حتى نفهم جيدا ابنائي ارجوكم فتصبح لنا هنا ماذا تصبح لنا ناقص اثنان في اكس زايد واحد وهذه عوضناها وجدناها كم سفر يعني زايد سفر فتصبح لنا ايجراج يساوي ناقص اثنان اكس ناقص اثنان هذا هو المماس تي واحد نأتي الان كذلك الى المماس تي اثنان هكذا اذا لاحظوا ماذا يحدث كذلك تصبح لنا تي لما هنا عندنا اكس اكبر او يساوي لنا ناقص واحد كذلك تصبح لنا ايجراج يساوي لنا ماذا ها هي الان العدد المشتق كم وجدناه انظروا انه الاثنان تي اكس زائد واحد زائد اف لنا ناقص واحد تصبح لنا ايجراج يساوي النا هنا علينا كذلك ان نقوم بعملية النشرة تصبح لنا اثنان اكس زائد اثنان هذه هي معادلة ماذا اذا سميناه هذا تي اثنان معادلة المماس عند الناقص واحد بقيم اكبر ولكن هذه كيف نصف مماس افهم جيدا الفكرة بعدما انهينا مع الجزء هذا الاشتقاقية عند الناقص واحد نأتي الان الى دراسة الاشتقاقية الان عند الواحد كذلك بنفس الخطة لاحظوا جيدا هنا كذلك نقول هكذا اركز ارجوكم حتى تعلموا الى هذه الغاز اصبح لنا للميت اف لأكس اولا قلنا اكس يقول الواحد الان الى واحد بقيم اقل بقيم اقل اكيد ها هو الواحد بقيم اقل معنا هذه العبارة نصبح لنا كم واحد ناقص اكس مربع على اكس ناقص واحد لان قلنا المشتق هو العدد المشتق او الاشتقاقية اف اكس ناقص اف اكس صفر على اكس ناقص اكس صفر ها هو وضعوه لما الاكس يقول الى الواحد بقيم اقل تصبح تساوي نحلل الان كذلك نصبح ناقص في اكس ناقص واحد في اكس زائد واحد هكذا على اكس ناقص واحد لما الاكس يقول الى الواحد بقيم اقل هذا يذهب وهذا يذهب نصبح لنا ناقص ثم اكس زائد واحد لما اكس يقول هنا إثنان والناقس التي سبقت به تصبح ماذا تساوينا تساوينا ماذا تصبح لنا ناقس إثنان لأننا نحن نعوذ هنا نجد إثنان والناقس نجد لنا ناقس إثنان إذن بما أن هذه القيمة تنتمي إلى قيمة منتهية ماذا نقول نقول كذلك الدالة قابلة للاشتقاق عند الواحد من اليسار لأنها قيمة منتهية نأتي الآن لنحسب النهاية كذلك عند الواحد من اليمين ليس النهاية الاشتقاقية معناها العبارة أكيد تصبح لنا الآن هذه لأن ننظر الواحد في هذه الجهة تصبح لنا ماذا إكس مربع ناقس واحد على إكس ناقس واحد لما الإكس يأول إلى الواحد بقيم أكبر هنا كذلك نقوم بشيء اسمه التحليل هي الميت متطابقة هذه رقمة ثلاثة تصبح لنا إكس ناقس واحد في إكس زائد واحد على إكس ناقس واحد لما إكس يأول إلى الواحد بقيم أكبر يذهب هذا وهذا تصبح لكم لميت تركزوا جيدا إكس زائد واحد لما إكس يأول إلى الواحد بقيم أكبر وجدناها لما نعوذ هنا واحد وواحد تصبح لنا كم تصبح لنا القيمة كم أبنائي إنها الاثنان والاثنان عدد حقيقي ماذا نقول نقول الدالة كيف الدالة ف قابلتنا للاشتقاق عند العدد واحد من اليمين هل تقبلوا الان اشتقاق عند الواحد بالضبط؟ لا لأنه عندنا الناقص اثنان وعندنا الاثنان إذن ماذا نقول؟ نقول هكذا نقول الدالة بما أنها عندنا اف فتحة لواحد من الدروات لا تساوي اف فتحة للواحد دائما لماذا؟ لأن الناقص هذه من الدروات وجدناها كم؟ وجدناها اثنان ومن الجهة اليسرى وجدناها الناقص اثنان نقول الدالة اف غير قابلة للاشتقاق عند العدد الذي اسمه واحد الان ما هو التفسير البياني؟ التفسير البياني نأتي الان كذلك الى شيء اسمه التفسيرات البيانية نلاحظ جيد الآن يعني في التفسيرات البيانية نكتب هنا التفسير البياني إذن التفسير البياني نقول سي اف ماذا؟ يقبل نصفي نصفي مماسين إذا وجدناهم إذن تي واحد فتحة و تي اثنان فتحة تي واحد فتحة إذا كان إكس ماذا أقل أو يسعينا الواحد فماذا تصبح لنا تصبح لنا تي فتحة واحد يصبح يسعينا إيقلاق في آف فتحة لواحد آف فتحة لواحد من جهة القرش في إكس ناقص واحد زائد آف لواحد معدلة المماس الذي نعهدها إيقلاق يصبح ها هي بقيم أقل إنها ناقص إثنان في إكس ناقص واحد زائد هذه دائما قلنا حسبناها في الأول لأنها وجدناها صف تصبح لنا إيقلاق يسعينا ناقص إثناني إكس زائد ماذا؟ زائد إثنان ها هي أمك كذلك معدلة المماس الثاني لما إكس يكون أكبر أو يسعينا واحد تصبح لنا إيقلاق يسعي أف فتحة لمن؟ للواحد من الجهة اليمنى في إكس ناقص واحد زائد أف لمن؟ لواحد تصبح لنا إيقلاق يسعي هذه ها هي قيمتها إنها إثنان في إكس زائد واحد زائد أف لواحد وجدناها صف تصبح لنا إيقلاق هذا معدلة هذا المماس اسمه حتى نكون تي فتحة إثنان هكذا إثنان إكس زائد إثنان ها هي فقط أبنائي لاحظتم؟ إذن هذه التفسيرات البيانية الدالة إذا لم تقبلوا الإشتقاق عند عدد فنقول أنها تقبل نصفي مماس يا أبنائي لكن بحيث تكون تقبل الاشتقاق من اليمين وتقبل الاشتقاق من اليسار وفي تلك النقطة في عدد ذاتها الواحد لا تقبل الاشتقاق ما هي النقطة؟ لهي النقطة ذات إحداثيات إذا سمعناها A لهي الواحد وماذا؟ والصفر والتي قبلها كانت هي النقطة إذا سمعناها A فتحة لهي ناقص واحد والصفر لأن الصورة دائما وجدناها صفر انظروا ها هي أمامكم الصور وجدناها كم؟ وجدناها قلت صفر فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال أبنائي نأتي الآن إلى السؤال الرسم قال انطلاقا من دالة مربع أولا ما هي الدالة مربع؟ الدالة مربع اللي هي ها هي يا أبنائي أرجوكم انتبهوا أرجوكم إذن الدالة مربع إذا قلنا ها هي الدالة مربع لاحظوا جيدا إذن ها هو رسم الدالة مربع انظر ها هو معروف هكذا وهكذا الذي درسته في السنة الأولى كأمور تقريبية إذن هذا منحنى الدالة مربع اللي هو الـ x مربع لكن نحن عندنا العبارة ما هي أن f لـ x ركزوا جيدا تساين القيمة المطلقة لـ x مربع ناقص 1 أولا أن المنحنى أن هذه القيمة مهما كان هي أكبر أو تستيصف لماذا؟ لأن قيمة داخل القيمة المطلقة معروفة أنها تكون دائما أكبر من الصف أي هنا cf الأمر الأول يقع فوق محور الفواصل هذا هو الشرط الأول لكن تعالوا الآن إذا جئنا نحن عندنا هنا x مربع ناقص 1 x مربع ناقص 1 معناه هذا يرسم انقلاقا بواسطة انسحاب إذن هذه العبارة هذه العبارة انظروا جيدا هذه ترسم بواسطة انسحاب شعاعه ذو المرتبات سفر وناقص 1 معناه هذا الذي تلاحظون هنا هذا يا أبنائي سوف نقوم بماذا؟ بسحبه نحو الأسفل فيصبح لكم في هذا المكان نركزوا أرجوكم هنا ويرسم هكذا ويبدأوا بالسرود حتى تفهموا جيدا هكذا لاحظوا أرجوكم حتى تكون أمورنا جدا واضحة هكذا يا أبنائي هكذا وعندنا كذلك من هنا هكذا ماذا فعلت؟ لم أفعل شيء إنما هذا قمت بسحبه نحو الأسفل هذا الأمر الأول حتى تفهموا جيدا هذا انسحاب ونحن قلنا أن سي آف يقع فوق محور الفواصل معناه راحظوا وانتبهوا معي معناه هذا الجزء الذي يكون فوق محور الفواصل يبقى ينطبق على سي آف أما الجزء السفل هذا فيناظر بالنسبة إلى محور الفواصل هكذا يقول أحدكم لم أفهم انظروا إكس مربع ناقس واحد ها هو منحنها البياني هو هذا الذي راصمته باللون الأزرق ونحن قلنا أن منحن الدال يقع فوق محور الفواصل كيف؟ الذي كان فوق محور الفواصل يبقى هوه لأنه قيمة مجابة وهذه قيمة مجابة أما هذا الجزء هذا الجزء يا ابناء يناظر بالنسبة إلى هذا المحور ويصبح منحن الدال أف هو هذا الذي رسم باللون الأخضر لماذا؟ ألم نقول أن أفل إكس هذه أنها مرة تساوي لنا هكذا إكس مربع ناقس واحد في ماذا؟ في الجزء الذي قلنا أنه إكس يكون من ناقس ما لا نهاء إلى ناقس واحد إبتحاد من ناقس واحد إلى زائد ما نعم أرجعوا الفيديو وقلنا تساوي لنا واحد ناقس إكس مربع يعني كأنما هذه هي نفسها ناقس في إكس مربع ناقس واحد يعني ضربت في ناقس في المجال من ناقس واحد إلى الواحد هذه هي خوص القيمة المطلقة حتى تتفهمون جيداً الآن هذا هو الرسم الصحيح لهذه الدالة أف هنا استعملنا أولاً إنسهاب لمنحنة الدالة مربع ثم هذا لما نزل إلى هنا أصبح هذا هو المنحنة وأصبحت تلك الممسات التي أعطيت لنا ها هو ممس ها هو نسم ممس ها هو وعندنا الآخر ها هو انظروا جيداً ها هو النسم ممس ثاني وعندنا النسم ممس ثالث ها هو وعندنا النسم ممس الرابع ها هو احتت فهمهم جيداً كلهم قد وضعتهم هنا هكذا إذا سميت هذا ألم نسميه يا أبناء تي كم فتحة لإثنان وهذا سميته هذا سميته تي واحد فتحة وهذا تي واحد وهذا سميته تي إثنان ها هم أمامكم بعدما قمت الآن ارسموهم يعني بما نسميه الجدول المساعد لكن يقول حدكم هل نرسموه إلى هكذا قلنا نسم ممس ليس ممس معناه يكفيك أن ترسموه من هذا الجزء وهذه النقطة الدلالة تقبل عندها الاشتقاق فهي نقطة اسمها نقطة زاوية فقط أبنائي وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على الأم الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته